الجانب الاقتصادي معناتها مش موجود مش موجود مش موجود وانا انا مانيش معالي يقول يزم دسترت منوال التنمية لأ مش هذا لانا منوال التنمية يجب يكون غدوة اليوم معانتها تندانس معانتها ليبرال غدوة تكون تندانس سوسياليس ولا تكون واحد مش نجوب يكون دستر منوال اما فما اشياء لابد انتو دستر مهم مهم للغاية فقط باش نستفهم عليش نجم يتغير منوال الاقتصادي مثلا ناخدو دول اللي فيهم ديمقراطيات راسخة وانتخابات اليوم فما حزب يميني هو يحكم فالمنوال الاقتصادي باش يمشي ميال الى الليبرالية بعد يجي حزب اشتراكي يبدأ ميال الى الاجراءات الاجتماعية اذاك عليش نفهم وقال لي ميزمش دستر ولكن شنو اللي كان يزم ميال الاجتماعية فما اشياء مثلا انا كنت نتصور انا في الدستورة ذا يصير مجسمة بلا رجل دار معتها القاعدة الذهبية شنين القاعدة الذهبية القاعدة الذهبية يجي يقولوا مثلا اااا الدين متاعك ميزمش يفوت مثلا ستين وسبعين في المئة وهذا موجود في الدستور الاوروبي موجود هذا الوقت عليش نقول هذا لان المثلة معش مسلت مسلت خيارات مسألة متاع ااا اجيال انا ما عنديش الحق باش ندين البلاد باش نخلي الاجيال القادمة معنتها تدين اعنا توصلنا في كل كل شخص كل شخص عنده دين بعشرة الاف دينار كل مولود جديد كل مولود جديد لا لا على رقبته معنتها عشرة الاف دينار لازم يخلصها في المستقبل احنا سمحني في الكلمة اجرمنا في حق الاجيال القادمة كان من الضروري ان نوقف هذا تولون نقولوا راو نسبة نسبة الددائن ميزمش تفوق فتر مائنا كيفاش ترى انتي قديش ميزمش تفوت قديش والله احنا كنا نقولوا قبل المستريتش تقولك ستين في المائة نقولوا ربما معنا في انديرا باش نجمو نمشيوا اكدر امل المهم نجمو نعملو حتى ديبالية كنت تنتظر انه في دستور الفين واثين وعشرين الناس اللي تعيط له دستور قيسعيد تكون فما هالغاق لدوغ هذيه اللي ما الفوتش تدين سبعين في المائة مثلا هذي شي هذا من الحاجة انتي ملقيتهش في هذا الدستور كنت نتصور اللي مثلا هذي امثلة فما برش اشياء لكن امثلة مثال ثاني كنت نتصور ان الحق في المبادرة الاقتصادية الحق في بيئة ملاءمة للمبادرة الاقتصادية في هذي من الاشياء اللي ملتزمة بحقوق الانسان على كن النجم يكون موجود في هاو شافي حاجة اخرى مشينا في شركات الاهلية تصور اخر مثلا والله تصور هذا كما من واحدة النجمون نتحدث في هذا احنا عشنا وضعيات كما هكك كنت تعرفوا انا طوى كان بعض عنا الوقت نتحدث في المنوال التنمية احنا ديما يقولوا نغيروا من والد التنمية انا لا اؤمن بتغيير المنوال التنمية انا نعتقد انه المرة الوحيدة اللي غيرنا فيها من والد التنمية هو عند اللجول التعاطط والناس كل تعرف كيفاش انتهت العملية هذه ما نرجعوش الوضعيات اللي عجناها في هذا الوقت لكن منوال التنمية في حاجة الى معنى تعديلات وتعديلات كبيرة تعديلات وفي حاجة الى معنتها النظر في مختلف جوانب هذا المنوال لا 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 شك فيه لكن اعتقد انه معنتها من المهم انه في دستور انه يكون فهم اشياء اللي صالحة لكل زمان وكل مكان كما مثلا هدية لرجل دور لكل الكالي لرجل دور حق المبادرة لانها منطلقات حق حقوق الانسان حق في بيئة بيئة اقتصادية معنتها تعاون مش تكون معنتها واحدة كما هذا اشياء اساسية اللي كنت تتصور انا تكون نجم كانت نجم تعاون برشا في يعني هذا اليتار انا نعتقد مرة اخرى فما شيئان اساسيان اللي يجب واحد يستحضرهم اولا كما قلت انت بكري كما اكدت عديد المرات وفي التدوينها متاعي ضرورة تلازم البعدين السياسي والاقتصادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة